خدمة ذلة وبسي لك تحلل خدامة والله ضقنا بخدمتك طعم الكارم بسم الله الرحمن الرحيم إلى أبنائي وبناتي إلى إخواني وأخواتي لأجد كلمة ونصيحة أتقدم بها إليكم أفضل وأثمن وأحسن من دعوتي إليكم بالالتفاف حول إخوتكم المؤمنين العاملين في مجال العمل الخيري وفي مجال الخدمة الحسينية هذه هي الشائر التي عناها الله سبحانه وتعالى بقوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب العمل في الجمعية الحسينية أحسبه من الأعمال الخيرة التي يجب أن يتبار إليها شبابنا وشاباتنا ذلك أنها عمل من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى ففيها إحياء للتاريخ الإسلامي الأصيل وفيها إحياء لشعائر الله وفيها نصح وتوجيح وتعليم وتوضيح هذه الشعائر الحسينية التي أمرنا وندبنا لإقامتها من الأمور التي يجب أن ينضوي تحتها الناس بمختلف أعمارهم وحين أركز على شبابنا وشاباتنا فذلك لأنهم الأقدر في هذه المرحلة العمرية لأداء هذه الخدمة والتكفل بها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لها وأن يطرد عنكم كيد الشيطان فالشيطان له مداخل كثيرة في هذه المجالات وأحذركم إخواني من وسوسة الشيطان التي توسوس في صدور الناس فتحيل العمل الخير إلى عمل هباء لا طائل منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر